إذن حديث حكومي وشعبي عن فساد وإنفاق بعشرات الملايين من الدولارات شهريا على كهرباء عدا فقط في وقت لا يتوفر من حاجة السكان سوى على عشرين بالمئة أعاد مسؤولون حكوميون أزمة انقطاع الكهرباء إلى عدم توفر الوقود وصيانة محطات التوليد ووجود شبكة فساد توصف بالمافيا تعيق منذ عشر سنوات إصلاح هذا القطاع الحيوي المرتبط بحياة المواطن